إذا عملتوا عنه سيرتش، أول معلومة بتلاقوها أنه مكسر الدنيا، بس مشكلش تاني معلومة أنه مشاهدة كليبيتو بالملايين والثالثة أنه وديع الشيخ معنا الليلة عالجديد أهلا وسهلا بوديع صورنا لازم تمحيون مش حلوي بحقك تبكي كل ما تشوفيهم والأشي اللي ضلت ذكرى عندك من قلبي ما أبدي ياهن خديهن صليني فيهم والغمرة الدافية كانت تأتل أحاسيسا ما كنت مفكرها عندك هل أدرخيصا كلمات الحب اللي كنت تقوليني ياهن بطيت منهم صار فيك الغير توليهم قلبي مش ندمان ولا ممكن بعدك يتعلم ما في ولا إنسان إلا من غلطه بيتعلم بالعكس فرحان قلبي من همك ريحته وما زال أعملتي مصلحتك رح يامل مصلحته أمع الصباح أمع الصباح أمع الصباح أمع الصباح ما أصعب الإنساني تكذب ع حاله مسل دور عشقاني ع شخص قباله وتكون خسراني حبيبة ورجالة تتصنع الدحكات ملوين ما أصعب الإنساني تكذب ع حاله مسل دور عشقاني ع شخص قباله وتكون خسراني حبيبة ورجالة تتصنع الدحكات ملوين لما عيدي سلمت إيدي ورشت إيدي لو مش لدي هدى مع كله ما بقى يفيد مالك إلي صرتين وهوي قلبي مش مدمان ولا ممكن بعدك يتعلم ما في ولا إنسان إلا من غالطه بيتعلم بالعكس فرحان قلبي من أهمك ريحته قلبي مش مدمان ولا ممكن بعدك يتعلم ما في ولا إنسان إلا من غالطه بيتعلم بالعكس فرحان قلبي من أهمك ريحته أزالة عملتي مصلحتي أحيام المصلحة أهلا وسهلا بالنجم وديع الشيخ بيخلي عينك على الجديد كتير مبسوطين أنت معنا اليوم عم نستقبل سنة جديدة خبرني شوي وديع صيتك أنك مشكلجة أنت مشكلجة ولا المشاكل هي اللي حقتك ما في حدا بيحب المشاكل شو مركض وراء وجهة الرأس يعني هي لحقتك يعني طبعا مية بالمية هني لحقيني مش هي لحقة معقول تصل لهون هلأ تلحقنا الليلة نعم سيطر الوضع كله مثال اليوم وديع الشيخ بسنة 2020 شو اللي هدت حياتك أكتر الرصاص أو الكورونا لا والله لا الرصاص ولا الكورونا أنا مصبت بالكورونا ما لقيت صعبي شوية لي الحمد لله على سلامتك الحمد لله كتير خير الله قطعنا خير وسلامي الرصاص في كزا كزا أكتار الأعداء لأيلي أنا جربوا مش ما أقول لك ما جربوا جربوا صار فيه طلاق علي أنا وصار فيه مثلا سيارة تقطعت كون أنا بمحل فلاني بس ما تنعرف مين ما ينعرف مين طب ليه ليه كل هالمحاولات للإطاحة بوديع الشيخ؟ خيري حسد ضيئة عين حدا فات على الوسط بطريقة ضر كذا حدا بالموضوع يعني بتعتبر نجاحك هو اللي أثر هالقد على الأشخاص ما قالوا عندي شي نجاحي وبدون ينجحوا ناس على ظهري أنا ما بتثبط يعني أنا أرفض الموضوع لأ إذا ما بيصير بدنا وأنا راسي كبير كتير يعني ما تفكرين فأوكي اللي بيطلع بييدك عمله عادي ما في مشكلة يعني فينا نقول أنه فينا هلنبلش هالسنة بطريقة إيجابية أول شي خبرنا مرتاح معاي أو زعجتك لا داخل عينك إن شاء الله بنعاد عليك يا رب أنت ناشط على مواقع التواصل الاجتماع أو بعيد شوي ما جي كتير ما بحب السوشيال ميديا كتير وليس ملا عليك عنك جيش طويل عريض قيم بالحملة عنك نسمينهم جيش الوديع الفنزات تبعي أنا مسمين جيش الوديع يعني هين اللي بيجايشولي شغلي كله الحمد لله إذا بنرجع شوي على التويتي اللي نعمل من قبل ناطق باسم الجيش الدفاعي الإسرائيلي أفي خايع أدرعي شو صار وقته شو القصة انتويات أولا شي أنا اتفاجأت بينعملي مانشن على الإنستغرام وبيعمل على الفيسبوك عنده إنه عم يمدح فيي أنا إنه وديع الشيخ عم بيوصل البسمي للناس عم بيغير له نجاو وعم كذا عم كذا برافو عليك برافو طلعت أنا هيك هدا كيف بيحكي هدا كيف بدي يحكي فيي كيف عم يمدح فيي هدا شو أي قامت أنا مدحت فيه مدحت فيه مدحة مرتبة يعني لكيف أنا ما بيشرفني لبمنح ولا بعاطل لأ يحكي فيه بالعاطل ما عندي مشكلة بس ما يحكي فيه بالمنح لأنه بعمرنا نحن ما كنا عن قتلة أطفال عن مستحلين أرض أنه نقبل أن يحكوا علينا كان ببنيحة وبالعاطل حالو هوا الأعداء لآخر يوم بعمرنا لآخر نفس فينا أعداء بقولوا وديع الشيخ عنده مشاكل كتير مع النسوان كل أغانية عن الخيانة وعن الغضب على النساء وكمان عندك نقمة كبيرة على الرجال أنه دايما عم يتحدوك خبرني شو المشكلة ما في كل النسوان خواني ما في ولا مرة مش خينة وكل رجال بدون يتحدوا وديع الشيخ ما في مرة إلا ما عندها قصة وما في زلمي إلا ما عنده قصة أوكي موضوع الخيانة يعني بعد بتلاقي 5% من العالم بس موضوع الخيانة صار منتشر كتير بس ليه أولك يعني أنت يمكن كتير بتكون متواجد بالليل وبتعرف اخبار ما حدا بيعرفها اللي بشوفه أنا بالليل ما حدا بيشوفه بشوف فلان مع فلاني وفلان مع فلاني ياه 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 شو عم بيصير يا عم عرفت لي كيف فلان وفلان شو عم بيصير أنا مغنات شي تصنع أنا كل شي عم غني واقع بزع لك هيدا الواقع طبعا طب لمرتك شو بتغني له بغني له عمل له كازا غني له إلا هي عياد ميلاده بعمل له يهون متل شو هيك سمعنا غنية حلوة لنسمع اليوم هيك من وديع الشيخ الرومانسي اللي بحب مرتو بعيد عن الخيانة بس لا يعرفوا هالنساء إنه لأ مش نقمي عليون يعني عفقة معينة بس ما تجمو للكل بحبك يا مجنوني كيف ما كنت تكوني وإن ما ساعي كلبي بتساعيك عيوني عالورد بمشيك بطبع خطاويك بعشق كل شي فيك يا أغلى من عيوني هاي نهديها إياها هيك اليوم بما أنه رأس سنة ليك ما أحلك رومانسي يعني من ألك أنا واستحاد كمان نحنا وصلنا لمحال وصلنا للناس فكرة إنه هاي طاعوا شوفوا وديع الشيخ الرومانسي ما تشوفوا دايما وديع الشيخ اللي بيهاجم على المسرح واللي بيغني شعب وأضرب وكسر وشيل وحب هلأ وديع رح انتقل أنا وياك على لعبة بدنا نلعبك اليوم لعبتك كتير كتير سهلة هعطيك خمس كلمات وعلى كل كلمة يا رد بغنية يا رد بمويل أو ردية حاضر؟ رح نبلش بأول كلمة هايدي اللعبة لعبني إياها أحد الفنانين زي ما لقنا يعني ممرن أنا طبعا ممرن رح نبلش بأول كلمة أنا وياك إذا بقلك البنك المركزة شو بتقله؟ من أين لقى هذا؟ عم تلعب بالملايين ضبوا المصريات كلهم سوا وفلوا تركونوا بلا مطارق وفيت العالم ببعضها طيب إذا بقلك الجيش هو الوحد وحاماني على أرض يخلاني إن شاء الله بينعاد علي هون ويحمي الجيش اللبناني تحية منا كمان كبيرة للجيش والضباط الجيش والشو هذا الجيش صح كورونا هلأ بدك لازم تكون ردية قوية عقد ما وجعتك تغني لأشي قوي لطولنا بتحبونا ليش هيك تركتونا هيدا الوباء من الله ربي خلصنا من كورونا بعلبك بعلبك هي أمي بي جبل صنين فخر الدين عامي شدود الفنيئيين بعلبك هي الروح هي النبض هي النفس هي الكرم بس نقول بعلبك عم نحكي عن الكرم وعن أهل الكرم عن النخوي عن الشجاعة الله هيك كمان شوي عن أهل البقاع وعن أهل بعلبك بالذات يخفف هيك شوي التقلي عليهم أكيد تحية مننا كمان لأهل أهل البقاع وأهل البقاع وأهل كل لبنان طبعا لبنان كلهم أنا بدي تشكر حضورك معي كتير مبسطت معك وديع الشيخ وبتمنى لك عن جد أنه تكون سنة أجمل أكيد من السنة اللي قطعت تحملنا هيك شوي فرح وبحبوحها لأنه نقصتنا كتير هذه السنة لكل لبنانية وخاصة للصحة اللي نحنا كمان للأسف صرنا عم نخسرها صحيح بعد البريك أنت مكمل معنا بس بتكون عم بتغني غنية بال2021 وعشرين وعشرين منذ بيز لونج تبيب مسيكننا بالخير وخلي عينكم على الجديد والعين الثانية خلوها عقلبكم نحنا أهل وولادها البلد نحنا اللي وجعكن وجعنا واللي فرحكن فرحنا اللي بيجمعنا أكتر من اللي بفرقنا كلنا نظلمنا وسوا كلنا رح نقوم قولوا معنا اليوم وبكرة لنا وعم نخلق من جديد والأعياد بكل أيام السنة قلنا أكيد ندعي الماسترو إليل عليا لو سمى أحد تنضم قلنا ينعد عليك عدوا معنا عشرة تسعة مانة سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد اشتركوا في القناة وكل المشاهدين رح نستقبل سنة عشرين واحدة وعشرين مع النجم وديع الشيخ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 أنا بشتري. طيب الواحد. كم مرة عايش بها الدينة. واحد بيأمن عائلته وولاده. وبعدين يصرف البضي يصرف. وبالنهاية هو تعبين فيهم. بس هيدا اللي بيكون عنده. إنه بتفوت وبادي جاردية وما بدنا بادي جاردية. وإنه يا أرض اشتدي ما حدا قدي. إنه هيك بشي يقوله. يا أرض اشتدي ما حدا قدي الحمد لله. ما حدا أنا ما حطيت وطي غير لرب العالمين. تحربت كتير من من جميع الأطراف. وصار معي قصص ما تصير مع حدا أبدا. الله الحامي. أكيد. فوت معي أنا بدي جاردية. فوت معي عشر سيارات. فوت معي مئة سيارة. اللي عم يعطيني إيهون ما يعطيني إيهون. اللي عم بطلب من حدا مساعدته ما يساعدني. بالنهاية كله هيدا أنا. مني أنا. من تعب جوين. بعدين لخبرك شغلي. في ناس كتير فنانين. بعض الفنانين. عملوا ونجموا. في قريبينهم ما شغلوهم معهم. صحيح. أوكي؟ أنا شغلت قريبيني. والأصدقاء طبعي اللي وضعوا انتعبين. وحتى يعني عفوا من كلمتي أخوتي معي. مش عاب. أنا كل قريبيني مشغلوا معي. يدلوا معي أنا أحسن ما يشتغلوا عند حدا غريب. طبعا صعيد الفني. شو قدى موديع شي جديد. لهل قد نجح ولهل قد الناس حبته. حبته. ليكي العالم زهقت على نفس الريتم صار له عمر. أوكي؟ كان في عنا لون شعبي نحنا. لون مفقود. مش مفقود. بالأحرى أنه بطلت في ناس ما بتتقبلوا. يعني عفوا بكلمتي لما كنت تطلع على محال هاي كواليتي تسهري فيه. ما تسمعي هيدا اللون اللي عم يتغنى هلأ. أوكي؟ تسمعي فيه أغاني معينة. إذا يطلع مطر بيغني هاي الأغاني. إنه العالم تنزعش. إنه بليز ما مش قادرين نتحمله. إنه شي مش كلاس. إيه أنا عملت متل عملت أبديت لهيدا اللون. قدرت توصلوا للناس بطريقة تتقبلوا وتحبوا كتير. صارت الفنانين تغني. كله غني من بعدي أنا. قابلي أنا كان اللون منقرد. نحنا عنا تراص وعنا فنانين كبيري متغني. بس مش الشعب اللي غنيتوا أنا. طبعا. فيه تراص اللي مطربين عنا بيغنوا تراص. تراصنا نحنا. تراص بعلبك. الدبكة الميجنة العتابة الكذا. رفت لي كيف؟ أنا مركزت كتير على هيدول. مركزت على اللون الشعبي. متلو بيقول الشعبي الساحلي. قدرت رجعت هيد الشي هيدا اللون. عملت له أبديت للناس. طبعا. البلاد العربية حبت هيدا اللون من وديع. يمكن أنتو عم تشوفوا كمان على السوشيال ميديا عندي. أنا ما خليت دولي بالعالم ما برمتها. والحمد لله كانت حفلاتي كلها فل. ولا حفلي كانت نضروبي. كلها 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 فل. انطلبت كتير على حفلات خاصة بالخليج من وراها اللون. طبعا. 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 حب يحبوني أنا. يعني العالم حبتني حبت هيدا اللون. حبت الطريقة. حبت الكاركتير على المسرح. الحركات اللي قدمناها للناس. الإخبار اللي كنا عم نشتغل عليها. طبعا أنا كتير اشتغل. طيب وديع بعد هيدا النجاح كله. بعد ربنا فتح بوجك. الحمد لله كتير. الحمد لله. طار وديع عن الأرض. لا أبدا. أبدا أبدا. حتى بين الناس والقراب منك. مطر. ودي خبرك شغلة. أنا زلمي بعدني لهلأ. أنا ربيط بمنطقة شعبية. منطقة فقيرة. أوكي. الناس تبعها بوسطة كتير. أنا بعدني لليوم. ببرم على أصحابي. منزل أنا بشوفهم وين إني. أنا بيخدهم معي بروح بظهر أنا وياهن. أنا ما تفكري أنه أنا بظهر أنا. أنا وما بناش نسمي أنا ومسلا أنا ورجل أعمال أو أنا وناس مؤسس كبيري لا. مع أنه أنا صحبي أنا وياهن كلهم. أنا عفوا بكلمتي من أكبر راس لأصغر راس بها البلد. الحمد لله بيحبوني وبيحترموني وأنا صحبي معهم. بس أنا بفضل ضل ببيئتي اللي أنا ربيتها ليا. بحب أصحابي اللي ربيت أنا وياهن. أنا في أماكن بعدني لهلأ بقعد عفوا بكلمتي بلعب ورق فيها. منطرة الشباب منمزح منضحك منمبسط. النجاح شو غير فيك وليا صدقا. النجاح ما غير فيه شي. النجاح خلاني يكون قوي على الناس اللي كانت قوي علي. كتير كان في ناس قوي علي. طبعا. لأنه ما كان بدهم هيدا 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 الصوت أو هيدا الكريز ما توصل للناس. يعني أنا قلتها بكذا مقابل إلي أنا قلتها بس كون مثلا بأي حفلة اللي كانت. تكون الحفلة مليانة لأحد الفنانين. ينطروا لتفل العالم كله. يضل في هيك طاولة طاولة. أنا قدموني لأ أطلع غني. أحد السهرات كان في سهرة مليانة. طلعت غنيت كان في نجم معروف عنا بالبلد عم بيغني. طلعت غنيت أنا على المسرح بطلوا بدون إياه كفة. نزلت أمور جاورة طلعوني أنه أنا لأ جاء كفة. وصلوا لمحل محل لأ أنا كتير كتير صريحة يعني أنا بحكيه مثل ما هني ما بحب الشوق. بوصلوا لمحل زل. زل زل. بدون يزلوك؟ زل بكل معنى الكلمة زل. لقلي أنا. ليه؟ قلنوا لأ لا 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 بليز ما تطلعوا كذا. خليها لآخر السهرة مطلعوا. كل فنانين العالم صار معهم هاك. أنا أتحدى إذا فنان إله قال بيطلع يحكي لهم بحكيه أنا. أو بيسترجي يطلع يحكي لهم بحكيه أنا. ما في فنان بيقلك أنا مفتع محل. ما بيقلك فتت وأهل وفئي وكانوا حبوني. والعالم تشوفني وتركض علي من أنا وصغير عندي عندي. العالم تحبني هاك تشوفني تحبني. هيدا كله حكي حكي كواليز هذا. أنا كنا تفوت متل ما يصير معهم كان يصير معي. بس ما حدا بيسترجي يحكي ما حدا بتجرق يحكي. أنا كنا تفوت ما حدا يطلعني على مسرح. لا 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 ليك شو بيغني. ليك شو بيغني. هيدا الكلمين زرعت براسي زرعة. أنا قلت لهم لو لآخر يوم بعمري بدي خليكم تغنيوا متل ما أنا بغني وصلت الله. طفولتك اللي مرأت فيها بحياتك قديش قستك مش قستك بمعنى أساوي قديش قوتك. وما خليتك تنكسر قدام أول زلة وتاني زلة وتالت زلة. وخليتك تقول لا بدي أوصل بدي أوصل وديع بدك توصل. بدك توصل وتوصل كل العالم معك. لكن أنا أنا ربيت ببيت فن. أنا لما كان بي يغني ما كان حدا يغني. لما كان بي يغني لما نزل غنيت جنة 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 تسلم يا وطنة كنتي بس تسمعي باسم نادر الشيخ. ما كان حدا يغني كانوا معدودين على الأصابع اللي يغنوا عنا في لبنان أربعة أو خمس أشخاص. أنا ربيت ببيت فن. وربيت على طبع محطة وطي غير لرب العالمين. وما انكسر. لو شو مفضو يصير معي ما انكسر. يعني أنا جربوا كذا مرة يلقطوني على إيد اللي بتجعني. أول البومينج طبعي أنا. على إيد اللي بتجعني ليكسروني ما قدرت انكسر. انزل من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون. لرب العالمين وصلني لمحل رجعت زليتن كل اللي زلوني زليتن. وكل مطرب كنت فوت لعنده يعمل من قيمتي لو ما بيعرفني شوفوا محترم هيك. أنا هلأ بكل مقابلة بحكي عنهم بكل احترام. من هون المطربين اللي بتحبون بتلاقيهم محترمين. كتار. أصحابي كتار. طبعا. عاطيني اسمين اتنين تلا. ما فيه اسكره انسى. ما فيه اسكر حدان وانسى حدان. طب من هون المطرب اللي بتحبه. انت بتحبه بتحب له صوته بتحب له أغني. بتحترم له مسيرته. اللي هم تفوتيني بأسئلة هيك. ما فيه 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 كزا حدان. طب اسعتيني مطرب لبناني بتحب له مسيرته. مطرب لبناني انا بحبه من قلبي. خاي وصديقه وعزيز. وانا حكي عني كزا مرة على الفن. وسألوه عني. مش لانه انا صديقه او صاحبه. حكي بأصله. من الحمزان. هو اصلا عطيب قلب. بو علي حبيب قلبي. هالانسان يعني بتحطه على الجرح بطيب. هيدا الانسان سألوه عني كزا مرة. وقال لهم طبعا. قالوا له بتغني له. قالوا طبعا انا اللي بغني له. قبل ما اختم حديثة معك. بدي احكي عن قصة البراند. يعني بنا اقول لك مبروك. انك عملت ماركة باسمك تيب. وكمان ماركة عطور باسمك. بالتنسيق مع شركة كبيرة. كمان ما رح نقول هلأ عنا. بعدين بقول عنا وديع. بارفان وتيب. صح. وكمان عرفت. معلش. انه في كزا مشروع رح تفتحه بلبنان. صح. وهالمشروع ان الله راد. رح يشغل ناس كتير. وهذا اللي نحنا بحاجة له. كل الناس اللي عم تجرب تسحب استثماراتها من البلد. صح. عم تسكر استثماراتها بالبلد. لا انا عم بستثمر بالبلد. كيف كيف استرجيت. بسترجي. اذا انا وانتي وفلان 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 سكر مصالحه بالبلد. العالم وين بدأ تشتغل. وين بدأ تروح. شو بدأ تعمل. هيك بدأ نضل. لا انا بفتح مصلحة. ما نحنا المشكلة عندنا انه لو كل حدا قادر يفتح مصلحة بس يشغل اللي حواليه. مش اكتر من هيك. اللي حواليه. البلد بيكون بألف خير. انا عم بفتح محل اللي انا باسمي انا. وعم بفتح كمان كفة مطعم. اعرفت الله كيف. كمان عم مستوى فايف ستار. وشو بقدر انا اللي حواليه اللي بقدر انا كون حدهم بقدر كون حدهم يعني. كمان انتي ما فيك تضلك تدفعي بدون مدخول. بس عن جد الله يعطيك. الحمد الله كتر خير. على طاطي الناس وتشغل الناس ويعطيك لانك شخص كريم. وانا بعرف انك انسان كتير كريم. الله يعطيك. الحمد الله كتر خير. وتنعد عليك عن جديد. ناجي القصطى الفنان. الناجم اللي منحبه كتير وعن جد منعيده عن جديد. بيعرفك بتحب التحدي. ايما تحديك بها الفيديو. منشوفك. وديع الشيخ. اذا رفعنا السادية المصرفية عنك. بتصرح اديش حسابك بالبانك؟ يا حبيب قلبي يا نازي. لا. شو هالسؤال ناجي؟ شو هالسؤال ناجي؟ شو هالسؤال ناجي؟ ناجي حبيبي هلا فيه تليفون باني وبانك بصلا خلص. الله يزيده. ناجي حبيبي. انا بحبه كتير. وكمان اشتغلنا سوها. بس ناجي قللي. لحتالي قام لحسابي بس السؤال. شو بدي ردي عليه. ما رح نجيب على السؤال؟ لا. يعني ليكي لخبرك شغلي. انا تقريبا كل اللي عملتن كل اللي جمعتن. يعني. ما تقول لي حطيتن بالبنوكة باللبنان؟ لا. برافو علي. لا. برافو علي. برافو علي. برافو علي. برافو علي. أبدا. شو عملت فيون برا يعني؟ في شتريت برا. في كذا في بلدين شقة لإليك. وشتريت هون كذا شقة. برافو عليك. أصمت شو عملتن؟ شو الكاش لشو كاش وجعت راس. فتخلي معك كاش تقدري تتمصرفي تروحي وتجي كذا. بس انه لا اشتريت فيون أملاك. متضايع عندي كذا هيك. حطيت مصرياتي هيك بس انه بالبنك لا صدقا ما إلي ولا ليرة بالبنك. الحمد لله. وديع شكرا كتير لألك. الله خليك يا رب. شكرا لوجودك. نورتنا. انت بنورة. نورت ششتر جديد. الله خليكم يا رب. ويا رب هالسنة عن جد من قلبي يعني بتحمل للمشاهدين. للشعب اللبناني. إن شاء الله. اللي تعزب كتير للشعب بالوطن العربي كله بكل العالم. يا رب يعني من قلبنا عم نتمنى تحمل كل خير. إن شاء الله يا رب. الله يعيدكم بالخير والصحة. إن شاء الله تكون سنة خير على كل اللي عم يحضرونا واللي ما عم يحضرونا. إن شاء الله هايدي السنة شوي بترجع بتخلي العالم هيك يتنفس شوي. إن شاء الله بنعاد عليكم وعالجديد وعالكل اللي عم يسمعونا يا رب. شكرا. شكرا.